اوديو جنب اوديو جنب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني في الله ان شاء الله تكونوا لباس اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين في الفيديو تاليوم رح نتكلم لكم على واحد سلالة من الدجاج انتشرت بصفة كبيرة خلاص يعني العوام هذه الاخرى كين بزاف ناس يحبوها ويفضلوا يربيوها كما كين ناس اكيد ما يحبوش يربيوها انا رح نقولكم على السلبيات انتحها وعلى الاجابيات انتحها يعني اللي يحب يربي هذه السلالة يشوف الفيديو هذا اكيد رح يستفيد منه هذه السلالة هي سلالة الفيومي كما راني نقولكم اسم الفيومي رح تتفكروا محافظة الفيوم من مصر اكيد هي جتل اصلا تحها من مصر يعني ما هي شي تعني احنا هي في الجزائر ولا المغرب ولا تونس الاصلا تحها من مصر ولهذا سميت باسم الفيومي نسبة الى محافظة الفيوم الناس اللي يحبوا هذا النوع من الدجاج او سلالة الفيومي يحبوه لانه عنده منعه قاوية بزاف انا راني بديت لكم في الايجابية تاع دجاج الفيومي قلت لكم المناع عن تاعه راي قاوية بزاف ويتكيف ما اي مناخ يعني تحطوا في بلاصة فيها الحرارة راح يتاقلم له له يعني يعيش بسهولة خلاص تحطوا ثانية في بلاصة بردة اكيد ثانية راح يتكيف لكم امليه خلاص هذا النوع من الدجاج لاني مليح للناس اللي مبتدئين على خطر ما يحتاجش عناية خاصة يعني تشري دجاجات تسربيهم بلا تكلف يعني بصفة عامة هو مليح ما يطحش فيه بزاف امراضات ما يحتاجش يعني انظافة كبيرة ما يحتاجش ادوية كبار يعني عنده المناع عن تاعه قاوية بزاف خلاص ثانية صفة مليحة في هذا الدجاج انه الدجاج هذا روي بيض يعني في عمر صغير خلاص تقريبا كي تتحلى فيهم يعني تحط لهم الماكلة مليحة وكلش تقريبا ربع شهر ولا خمس شهر اروا يبدأ يمدلك البيض بكميات مليحة وزيد من الفوق انه البيض انتعو يكون مخصب هذا بالنسبة للناس اللي عندهم فقصات يحبوا يخدموا ينجوا البيض يعني بهي يحطوه في الفقصات ويجيبوا كاتاكيت صغير يعني يقولك باللي اذكر انتعو عنده خصوبة عالية خلاص لو كانت تحط ذكر تاع هذا الفيومي في وسط قطيع يعني من الدجاج يعني كما نقوله احنا الدجاج البلدي راح تلقى تقريبا من استيصان الصغار الاخرين راح يجيوا كامل تاع فيومي يعني هو راح يغلب اه اه ادياكات تعال الجاج عرب وذكر راح اروح لكم للسلبيات تع هذا النوع من الدجاج يعني اللي هو دجاج الفيومي اكيد كما عنده ايجابيات راح يكونوا عندي سلبيات والناس اللي يشوفوا وشي فضله من الاجابيات وش مايفضلوش من السلبيات ويخيروا الدجاج اللي حبوا يربيوها قلت لكم بالي عنده ايجابية انه البيض انتاعه غزير بزات خلاص راو ينتج البيض الله يبارك على الكيف يعني ربع شهر ولا خمس شهر الدجاجة عندك رايت وليت بيض بصحة الاسلبية اللي كينا انه البيض هذاك الحجم انتعوره وصغير يعني ماهوش اكيد موش خلاص قد تعجاج عرب تقريبا قد الجاجة الصغيرة خلاص تعجاج عرب البيض انتاعو يعني جاجة كبيرة بالغات والبيضة صغيرة خلاص على هذي كي الناس بزاف يستخدموه يعني يستهلكوه للأكل يقول لك انا ما نشريش جاج عظمة يعني تعجاج الفيومي على خاطر عظمتها صغيرة نشري تعجاج عرب على خاطر عظمته شوية كبيرة هو لا جاجة تريسيتي هو تقريبا البيض هذا راو مفيد بزاف للناس تقريبا برك شوية هذا تعجاج عرب بتاع الفيومي يكبروا شوية تطلقهم يصرحوا يلموا البروتينات لما كلش طبيعي يعني الحشيش يكلوا كلش راو مفيد بزاف لهم والناس ماضى بهم انهم كي شريوا بيضة تكون كبيرة على هذي يلقى الناس اللي ربيو هذا الفيومي يلقوا صعوبة شوي في تسويق تاع البيض انتاعو كي ما احنا يا عنا في الشرق تقريبا ما تلقاش تسويق انتاعو ملي حوله كان يعني لقيت الناس اللي يشريوا عليك اكيد راح يشريوا عليك بصومة قليلة على هذيك اللي يشريوهم علي الجاج عرب تقريبا جاج عرب يبيعوهم بالثلاث هذا يبيعوهم بالفين فرنك وراك في الفعيدة سلبية اخرى من سلبية الدجاج الفيومي انو الوزن انتاعو نقص بزاف يعني الدجاجة قد ما تكبر في العمر ما يكبرش الوزن انتاحا كي ما نقولو احنا يا ببكري جاج عرب وكلوا عام وما يوكلكش ليلا ما عليش اه تقريبا نتلقى الناس كامل هذو اللي ربي والفيومي اه الذكر انتاع الفيومي يعني ديك يكبر شوية باك ثلث شهر ربع شهر يذبحوه يستهلكو على خطر الماكلة اللي يزيد يكلها هذك يعني يكلها ككبر كما يزيد يكبر منها ما وعلو والسلبية الاخيرة لدجاج الفيومي انو ديك انتاعو يزرب بصيح بكري يعني كما احنا نقولو اه في الشرق الجزائري نقولو يعوعش ما على باليش في المناطق والاخرين وش يقولو انا يتقريبا يتفرجوني من الجزائر والمغرب ويتفرجوني الثاني من العراق بزاف خلاص هما بعد الجزائر بعد دربي يحفظهم يعني نوجه لهم تحية من هذا المنبر وما نعرف هما كيف هاللهجة تحهم وش يقولو صياحة اديك المهم الناس اللي يربي وديك تاع الدجاج الفيومي لكان دارين بيك جيران غير وجد روح كل الدعاوي يعني والحروب الخطر ليه ليه يبدأ يصيح وقالك يصيح بزاف خلاص هي مش يصيح مرة ولا زوز قالك نهار كامل ويصيح انا يعجبني الصياح تعديك الله يبرك يقولو تتنزل الملايكة نورمان مو والله في الوقت هذك ليصيح في هديك في الحق راوم ليح بس حكي الناس يتقلقوا من هذو الحويج ميشتيوش حيات هذي تدبار تاع الجاج وتاع يقولو سخو كلش ما نتعمروش رسكم بهم انا نحكي في الفيديو هذا نحكي مع الناس اللي يحبوا الدجاج ويحبوا الحياة في الريف نقولو ما نتعمروش رسكم بالناس اللي مرضى وما يحبوش هذي الحياة وكملوا في الهيوية انتعكم وربيوا باي شتلة اللي تحبوها انا راني قلت لكم على السلبيات قلت لكم على الايجابيات دجاج الفيومي وانت خير وشوف اه كينا حاجة ثانية ما قلت لهاش انه دجاج الفيومي فيه زوز انواع كينا دجاج الفيومي الذهبي وكينا الفيضي وتقريب ان الناس اللي يربوهم يقولو دجاج الذهبي رو افضل من الفيضي لانه يزرب ببيض يعني العمر انتعه هو الدجاجات تكون شوي عمرها صغير واتبيضه كذلك بالنسبة للأوزان يقولك بالدجاج الذهبي رو يجيب اوزان اكثر من الدجاج الفيضي كانوا هذو هما اهم السلبيات والايجابية تدجاج الفيومي ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو ان شاء الله تكونوا خرجتوا بقرار يعني اي نوع راح تربيوه اه لكان استفدتم حطنا لايك ولكن اعجبتكم القناة اشتركوا فيها وانضموا للعائلة الصغيرة انتعنا لانا وصلت للنهاية الفيديو وراح نقولكم على كلمات الفرج اللي قالهم الرسول عليه افضل الصلاة والسلام اه يقول لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اه ما بقى لغير نقولكم في امان الله وحفظه